موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي العزاء أحييكم أطيب تحية وأرحب بكم في المحاضرة الثالثة من تاريخ السلال الوسيط التي سنتناول فيها موضوعا مهما ألا وهو سلطنة الفونج أو مملكة الفونج أو سلطنة سنار هناك الكثير الذي ينبغي أن يقال عن التحالف الفونجي العبداللابي لكن قبل ذلك لنتعرف سوية على أصل الفونج حيث أن هناك ثلاثة روايات في هذا الأمر الرواية الأولى تتحدث عن الأصل الأموي للفونج يقول الفونج أنفسهم مثل معظم مؤسسي الممالك والأمارات الإسلامية في أفريقيا أن أصلهم عربي وهم أمويون الحديث عن الأصل الأموي جاء نتيجة لتشتت أمراء بن أمية بعد غيام الدولة العباسية وما يؤيد هذا الرأي أن آخر المعارك الأمويين كانت في سعيد مصر في منطقة أبو صير حيث غتل آخر خلفاء بن أمية مروان بن محمد وتوجه بعد ذلك بعض بنيه إلى السودان لا يستبعد أن يكون هؤلاء الأبناء يلتقوا ببعض المجموعات الأفريقية في منطقة جنوب النيل الأزرق والتي خرجوا منها أصلا الفونج وقواتهم الضاربة بعد ذلك حقيقة يعني بيتأكد على عراغة أصولهم وصحة روايتهم إلى حد كبير الرواية الثانية عن أصل الفونج تتحدث عن أصل شكاوي للفونج ويعني أول من أشار إلى هذه الرواية هو الرحالة جيميس بروس صاحب كتاب رحلات لإكتشاف منابع النيل الأبيض الذي زار سننار عام 1772 ميلادية ويقول أنه استغى هذه المعلومات من أحمد سيد القوم أحد كبار موظفي السلطة وقدت هذه الرواية انتقاد واسع لأن الفونج كانوا مسلمين بينما لم يكون الشلك كذلك صحيح كانت هناك جارة كبيرة جدا من الشلك في سننار خلال هذه الفترة ولكن نظام الحكم عند الشلق الذين يقدسون رسل الشلق يختلف كثيرا عن نظام الحكم عند الفونج الرواية الثالثة أيضا عن الأصل الفونجي هي الأصل البرناوي وأول من روج لهذه النظرية أي نظرية الأصل البرناوي للفونج هو أركل وأيدي في ذلك بعض المؤرخين ومنهم مؤرخين أجانب وبعض السودانيين لا نستطيع أن ننفي تماما الصلة بين الفونج والبرناو لأنه هجرات المجمعات من البرناو إلى بلاد السودان الشرقي بدأت منذ دخول مملكة برناو إلى الإسلام في الغرن العاشر الميلادي يداء البرناو الأصل العربي ويعود يقول أو في روايتهم يقول أنهم يعود أصلهم إلى سيف ابن زي يزن كان البرناو يهاجرون إلى الحجاز ببحر الغزال ومن السلم إلى منطقة جنوب النيل الأزرق ومنها إلى سواحي البحر الأحمر وكان هناك أيضا تشابه كثير جدا في العادات والتغاليد بين البرناو والفونج على كل حال تضاربت الآراء حول أصل الفونج لكن هناك رأي يؤيد الفكرة الغائلة بأنهم خليط من بعض المجمعات العربية هذه المجمعات قد تكون أموية أو غيرها وجماعات من السودان القربي وهما البرناو خاصة أن هذا الرأي لا يستبعد الأصل الشبكاوي أما عن أصل العبدالله عزيزي المشاهد فتتفق جميع المصادر على أن العبدالله هم مجموعات عربية أو مستعربة في منطقة حوض النيل والجزيرة أطلق عليهم هذا الاسم انتسابا للزعيم الذي جمعهم أي جمع شملهم وهو عبدالله جمع عبدالله جمع من قبيلة الغواسمة نتحدث الآن عن صقوط علوة وغيام السلطنة الزرقاء تتضارب الروايات أيضا حول صقوط سوبة من يعتقد بأن صقوطه تم على يد العبدالله قبل تحالفه مع الفونج وهذه الرواية تستند أن حدث ذلك نتيجة لتذمر المجمعات العربية المسلمة في منطقة نفوذ علوة وخضوعة لحكم مسيحي وهم مسلمين وللضرائب الباهزة أيضا المفروضة عليهم وهناك أيضا من يعتقد بأن صقوط سوبة تم بعد التحالف الفونج العبدالله بعد معركة جرت بين الطرفين أي بين العبدالله والفونج في أربجي عام 1504 بعد ذلك اتفق الطرفين على مهاجمة علوة وإسقاط سوبة وإقامة السلطن الزرقاء هناك حقيقة عدة عوامل من هذه العوامل النزاع المستمر بين مملكة علوة وجيرانة وأيضا تكاثر العرب في أرجاء مملكة علوة والاستيلاء على بعض غاليمة من قبل هؤلاء العرب انقطاع أيضا العلاقات الدينية بين الكنيسة المصرية في الإسكندرية وكنائس علوة هذه كانت هي تغريبا الأسباب أو العامل أدت إلى صغوط علوة بعد صغوط علوة وتخريب عاصمة السوبة جرى اتفاق بين الفونج والعبدالله أن يتولى عمارة دونقوس زعامة السلطنة وعبدالله جماع يكون نائب له وتكون سنار عاصمة جديدة لهذه المملكة امتدت حدود هذه المملكة من الحبشة جنوبا أو عفوا امتدت من حدود الحبشة جنوبا إلى الشلال الثالث شمالا ومن البحر الأحمر شرقا إلى حدود كردفان ودارفور غربا كان عمارة دونقوس يشرف على الحدود الجنوبية حتى منطقة أربقي شمالا وعبدالله جماع من أربقي شمالا وحتى منطقة الشلال الثالث في الشمال بعد أن فتح سليم الأول مصر في عام 1917 أصبحت فترة زمنية تقريبا بعد السلطنة بحوالي تقريبا 12 سنة كانت هذه حدود سلطنة سنار نأتي الآن أيضا عزيزي المشاهد للتطورات السياسية والإدارية في هذه السلطنة مرحلة سلطنة سنار من 1504 تقريبا إلى 1821 ميلادية عندما استسلم آخر سلاطين سنار هو بعد السادس إلى إسماعيل باشا ابن محمد علي حاكم أولي مصر أما عن النظام العسكري في عهد الفونج عزيزي المشاهد فقد اعتمد الفونج في داية عهده مع القبائل المتحالفة لذلك لم يكن هناك جيش نظامي في مملكة الفونج بعد تأسيس غواعد الدولة استحدث منصب أمين الجيش وأصبح لدى حكام سنار فرغة خاصة لعبة دورا في الصراع على السلطة العقود الأخيرة من حكم الفونج خاصة بعد سيطرة الهمج على السلطة تميزت بوجود جيوش خاصة بالغادة العسكريين كجيش عدلان والصباحي مثلا ويعني هو دا كان حليف محمد أبو الكيليك زعيم الهمج هذا الوضع جعل الجيش التركي يعني عندما غادر سنار يدخل سنار بكل سهولة ويسيطر على الدولة بكل سهولة العبدالله لم يكن لديهم جيش خاص أيضا بل كانوا يعتمدوا على الغبائل المتحالفة ولكن بعد مقتل عجيب المنجوليك عقب تمرده على سلطة السنار عام 1611 واستغلال الشاقية في عام 1650 ميلادية تغريبا تغلص نفوذ العبدالله السياسي والعسكري يعني نقدر نقول نحن أنه العبدالله عانوا نفس المشاكل التي عانت منها سلطنة الفونج الفونج أي الانقسامات وموضوع الجيوش الخاص كانت علاقات سلطنة الفونج مع مصر جيدة لأن سليم الأول الذي احتل مصر عام 1517 ميلادية حاول غزو السودان أي بعد بضعة سنوات من قيام سلطنة الفونج ولكن أثناه عن ذلك عمارة دونغوس برسالة رقيقة أوضح له أن الفونج وهذه السلطنة سلطنة مسلمة وهي أيضا أرض فقيرة ومناطق فقيرة جدا لا تحتاج حقيقة إلى القزو يعني عدل سليم الأول على الرأي وظل الوضع هكذا في سلطنة الفونج إلى أن عكر صف هذه العلاقات بين الحكم في مصر والسلطنة موضوع هروب المماليك إلى السودان وبعد ذلك مطارد محمد علي باشا للمماليك في شمال السودان أما عن علاقة المملكة الفونج مع الحبشة كانت تحكم علاقات النسب والجوار والتبادل التجاري مع ذلك كانت هناك حروب بين الطرفين في عهد السلطان رباط بن مهدي اللي حكم من 1616 ميلادية إلى 1616 ميلادية وهذه الحروب كانت هذه هي الحرب الأولى الحرب الثانية كانت في عهد السلطان بعد أبو الشلوخ والإمبراطور أياسو الثاني وذلك في عام 1944 في هذه الحرب حقيقة الليب الأمير خميس من أمراء دارفور دور حاسم جدا في هزيمة الأحباش وإنغاز مملكة الفونج من الهزيمة أمام الأحباش فزاعة سيط الفونج وقصدها علماء وإناس كثيرون من بغاعة العالم المختلفة أيضا هناك شيء مهم ينبغي أن أذكر هي مزألة كردفان وعلاقة بسلطنة الفونج جرت محاولات عديدة من قبل مملكة الفونج للاستيلاء على إقليم كردفان أو منطقة كردفان ومنسمى محاولة الزحف من كردفان غربا إلى دارفور المحاولة الأولى قصد فيها بادي أبو ديجن اللي كانت في حوالي 1645 ميلادية مملكة تقلي وكاد أن يحتلها ولكن شهامة ملك تقلي جعلت بادي يقير رأيه في احتلاله ويصرف النظر على هذا الموضوع والقصة في أن هذه الشهامة كانت أنه عندما تتوقف الحرب يقوم منك تقلي بتزويد جنود الفونج بالقزاء والماء وهذا الأمر جعل يمكن بعد أبو ديجن يستفسر أو يسأل نفسه لماذا نغز هؤلاء القوم وهم بهذه المرؤة و بهذه الكرام الحملة الثانية الكبرى على كردفان بعد الحرب الحبشية الثانية ويعتقد أنها جاءت بتحريط من خميس الفوراوي الطامع في الحق استطاعت هذه الحملة بغيادة أبو لكيلك من الاستيلاء على كردفان وضمها للفونج في عام 1747 ميلادية لكن تمكن السلطنة الفور بعد وقت وجيز من استعادة كردفان من الفونج جرت معارك داخلية ونزاعات كثيرة بعد ذلك أضعفت سلطنة الفونج من هذه النزاعات والصراعات تمرد الشايقية على سلطنة عبدالله وبالتالي على سلطنة الفونج ده كان بسبب استيارة يعني ملكة الشايقية عثماني أو عثمان واتحمد كما كان يلقب استيار أحد الخارجين على سلطنة الشيخ الأمين الشيخ العبدالله وحصلت إشكالات حول هذا الموضوع وتمكن الشايقية من هزيمة العبدالله واستغلوا بعد ذلك تماماً عن العبدالله وعن سلطنة الفونج إذن غبضة المملكة أو السلطة في سنار أو في الحالفاية مغارل عبدالله على المملكة كانت ضعيفة جداً وبالتالي الحكم كان لا مركزي ونستطيع أن نتحدث عن أن هناك حلف تجاري سياسة أكثر من أنها دولة مركزية لأن السلطة الغبيلة ما زالت أو كانت ما زالت غوية جداً في السلطنة أو في المشيخة التابعة للعبدالله ننتقل الآن إلى موضوع آخر مهم جداً هو النظام الغضائي في سلطنة الفونج والضيفان في طبغاته يقول أن سنار كانت تفتغل العلوم والعلوم الدينية والعلماء إلى أن جاء الشيخ محمود العركي من مصر وأخذ يعلم الناس أمور الدين حتى حضور الشيخ محمود العركي من مصر ليعلم الناس أمور الدين لذلك كان أمر الغضاء في سلنار في بادة الأمر ضعيف جداً بعد ذلك شهدت سلطنة السلنار تنظيم الغضاء فأغام صلاطين أو غام صلاطة السلنار ما يجبه المحكمة العليا في سلنار ولقبوا غاضيها بقاضي عموم سلنار وكان لكل مك أو شيخ من مشايخه محكمة في حاضرة ملكي يعني عليها غاضي خاص مثلاً كان في غاضي السعداب في شندي والرباطاب في أبي حمد وغاضي شيقية في منطقة حنك كان كبير غضاة العبدالله في الحلفاية مغر العبدالله بالإضافة إلى ذلك كان هناك غضاة الشريعة البيضاء ودي المقصود بهم أنه هم نخب من العلماء يعني يفصلون في الغضايا بين المتغاضين بعلمهم وفخهم الغالون السائد بالطبع كان هو الشريعة الإسلامية على مسهب الإمام مالك واشتهر الغضاة عند الفونج أو أشهر الغضاة عند الفونج كان الغاضي دشين الملقب بغاضي العدالة ومغر محكمته كان في أربي ومن الغضاة أيضاً المشهورين كانوا في سلطنة الفونج الشيخ حلالي والشيخ العركي والشيخ محمد النور والضيف الله صاحب كتابة طباغات المشهور وده أيضاً كان والده كذلك غاضي في سلطنة السلنار منح الغاضي في سلطنة السلنار مخصصات شهرية كافية تماماً حتى يعني تبعد عن أي تأثيرات يعني مفسدة أو إلى خيره في سلطنة السلنار لم يكن هناك وجود لمفتي لأن الناس إذا أرادوا الفتوى يستعانوا بالعلماء الموجودين أما في الحديث على الخصائص الصغافية فنستطيع أن نقول أن الإسلام دخل السودان بصورة مبكرة ولكن لم يكن هناك توطيد له في السودان إلا بعد غيام مملكة الفونج وكان العالم الإسلامي كله حقيقة يعاني من ضحف كبير جداً في الجانب العلمي لذلك سلطنة الفونج كان حالة حال العالم الإسلامي يعني هناك ضحف علمي كبير جداً فيها لكن رغم ذلك نذكر أن الطرق الصوفية حقيقةً لعبت دور كبير جداً مهم في هذه السلطنة ومنها الطريقة الغادرية والطريقة الشازلية ودي كانت من الطرق نحن نعرف أنها هي من أوائل الطرق الصوفية اللي يعني دخلت السودان ولعبت دور كبير جداً جداً في تعليم الناس وصول الدين لأنها ربطت بين العلم والعمل وبالتالي كان لها أثر كبير جداً في يعني انتشار الإسلام في السودان الآن عزيزي المشاهد يعني نأتي إلى يعني الجزء المهم هو في آخر هذه المحاضرة عن صغوط مملكة الفونج ومن الطبيعي جداً لأنه لأي مملكة يعني عصر إزدهار وعصر يعني أيضاً إضمحلال صغطت يعني مملكة الفونج رسمياً على يد الجيش الغازي التركي في عام 1221 عندما دخل إسماعيل باش ولكن آخر سنين هذه المملكة شهد الصراعات عنيفة جداً بين أفراد البيت الحاكم كان في سنار أو في مشيخة العبدالله كان هناك استغلال أيضاً لبعض المشيخات الغبلية كأشيجية مثلاً وجرت حروب داخلية حتى داخل المشيخة الواحدة مثلاً شفنا الصراع بين الجماعاب والسعداب وكثير من المؤرخين حقاً يعني يأرخوا لبداية الإنهيار في عهد السلطان بعد أبو الشلوخ بدأ قوي جداً للرجل وانتصر على الأحباش كما ذكرنا في عام 1440 ولكن بعد ذلك تحول إلى شخص ظالم جداً وبالتالي بدأ الصراع بين أبو الشلوخ ومحمد أبو الكيلك زعيم الهمج في عام 1962 ومن هنا بدأ الإضمحلال والضحف يدف يعني تشاريين أو أوصال هذه الدولة نشب الصراع كذلك داخل الهمج يعني ده أضعف الدولة كثير وأضعف هيبة السلطة أيضاً وقوة النفوذ القبلي داخل يعني هذه المشيخات دبت الفوضى يعني في آخر عهد الفونج لدرجة أنه عدد السلطان الذين تولوا السلطة من عام 1788 وحتى عام 1021 كانوا تزعى السلطان في فترة وجيزة جداً يعني استسلم السلطان بعد ابن الطبل دوم مغاومة للجيش التركي الغازي والمغاومة الوحيدة للجيش التركي كانت هي من قبل قبيلة الشائقية وهي كانت أصلاً قبيلة مستغلة على السلطنة وأيضاً جعلين نسبياً كانوا أيضاً فهم مستغلين وإن كان المكلمير يعني بيدفع ضريبة سنوية ما يحتبره هي شكلي من الأشكال التكرم منه يعني مش هي مفروضة عليه عنوة بهذا عزيزي المشاهد نصل معك إلى ختام هذه المحاضرة كانت اليوم عن مملكة الفونج الإسلامية وإلى أن نلتقيك في محاضر أخرى نستودعك الله ترجمة نانسي قنقر